قالت رئيسة لبنة التحقيق الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نيفي بيلي إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب ضد الإنسانية وأضافت أن إسرائيل مسؤولة عن عمليات القطر والتهجير القصري والتجويع والعنف الجسدي ضد الفلسطينيين مشيرة إلى أن إسرائيل منعت وصول المواد الإنسانية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمتها كسلاح للحرب وأن إسرائيل استهدفت المدنيين بشكل متعمد في مناطق مقتضة بالسكان لفتة إلى رصد تصاعد في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة